موسيقى مشاهدين الكرام سعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى جولة عبر الصحفية الوطنية والعربية لنهار اليوم الأحد العشرين من سبتمبر الموافق للسادس منذ الحجة 2436 هجرية البداية بصحيفة شروق التي كتبت فيما تفتك أو تفتك وقول البطالة بالشباب عشرون ألف شيخ في الوظيف العمومي رغم تجاوزهم سن التقاعد تثير مسألة الإحالة على التقاعد دوما فتنة بين العمال فكثيرون ممن تجاوزوا ستين من عمرهم وعبر جميع القطاعات يسرون على البقاء في مناصبهم رغم إحالتهم على التقاعد حيث تم إحصاء قرابة عشرين ألف موظف بقطاع الوظيف العمومي تعدوا ستين من أعمارهم ولزالوا يمارسون مهامهم ومجرد محاولة إحالتهم على التقاعد تتسبب في فتنة بالعمل قد تصل حتى الإضرابات والإحتجاجات توقيف سبعة عشر مهربا من جنسية إفريقية مختلفة بأقصى جنوب الوطن خبر أوردته صحيفة الفجر حيث وقفت مفرزة للجيش الوطني شعبي تابعة للقطاع العمليتي لكل نقول من تمرسة بورجباج مختار وعين قزام في عمليات منفصلة يوم الجمعة السبع عشر أو سبعة عشر قول مهربا من جنسية إفريقية مختلفة وضبطت متفجرات ومعدات تفجير وأغراض أخرى حسب ما أفاد به أمس السبت بيانون لوزارة الدفاع الوطنية وضبطت قوات الجيش تمانية وخمسين طن من المواد الغذائية وأربع شحنات وثلاث دراجات نارية وثلاث ألف وخمسمائة وسبعين لترا من الوقود ومتفجرات ومعدات تفجير وعشرين جهاز كشف عن المعادن وثلاث مولدات كهربائية وأشر البيان إلى أنه من جهة أخرى أوقفت عناصر حرص الحدود بالقطاع العملية لتلمسان بإقليم ناحية العسكرية الثانية عشرة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية صحيفة الخبر كتبت عن مدهمة أمنية للمركز التجاري القدس بالعاصمة وجاء في عنوانها شقاق تحولت إلى أوكار للمنحرفين الأمن يداهم مركز الأعمال القدس بالعاصمة أوقفت مصالح والأمن ببلدية شرق ليلة الخميس إلى الجمعة نحو ثمانيتين وعشرين زوجا بين شباب وفتيات للاشتباه في تحويل الشقاق إلى مكان للقاءات المشبهة وسيحل الأشخاص الموقوفون صباح اليوم أمام وكيلها الجمهورية لدى محكمة شرق وأكدت مصادر مطلعة للخبار أنه تم حجز كميات من المخدرات بمختلف أنواعها في بعض هذه الشقاق التي تقع في الطوابق العليا لأكبر برج في العاصمة ننتقل إلى الصحافة العربية وصحيفة البيان الإماراتية التي كتبت عن الحكومة المصرية الجديدة أدت اليمينة الدستورية أمام السيسي وتدشن عملها على محورين ستة عشر وزيرا جديدا في حكومته شريف إسماعيل أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل والمشكلة من ثلاث وثلاثين حقيبة وزارية والتي ضمت ستة عشر وزيرا جديدا اليمينة الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الحكومة التي تنتظرها العديد من المهام والملفات الصعبة خلال فترة قصيرة جدا لا سيما أنه من المقرر أن تقدم استقالتها فور تشكيل مجلس النواب الجديد انقذوا أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة مهاجر قبالة السواحل الليبية في يوم واحد هذا ما وردته صحيفة النهار اللبنانية حيث أن انقذوا أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة مهاجر كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا من السواحل الليبية خلال واحد وعشرين عملية مختلفة كما أعلن خفر السواحل الإيطاليون وأوضح هؤلاء أن هذه العمليات بما فيها عملية منطقة أطباء بلا حدود أو أقول منظمة أطباء بلا حدود التي أنقذت أكثر من سبعمائة وخمسين شخصا كانوا على متن ثلاث زوارق صغيرة حصلت على بعد أقل من أربعين مترا أو ميلا بحريا عن ليبيا أما سفينة داتيل ولخفرية السواحل فقد انتشلت مئة أو ألفا ومئة وسبعا وثلاثين شخصا فيما أنقذت السفينة كورسي مئة وسبعا وثلاثين شخصا من زوارق مططي كان يغرق بسبب تسرب الهواء منها وعثر فيه على جثة امرأة وأنقذ مئتان وواحد وثلاثين شخصا فيما كان زوارقان مططيان آخران يواجهان صعوبات كيريا الأسد يجب أن يرحل ولكن ليس بالضرورة على الفور هذا ما كتبته صحيفة القدسية العربي حيث قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيريا السابت إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل لكن توقيت رحيله يجب أن يتقرر من خلال التفاوض ودعا بعد أن أجر محادثات مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند روسيا وإيران لاستغلال نفوذهما لإقلاع الأسد بالتفاوض وقال إن هناك حاجة ملحة لتجديد جهود التوصل لتسوية سياسية لإنهاء الصراع السوري الذي دخل عامه الخامس ولإنهاء أزمة اللاجئين في سوريا التي تزداد سوءا بهذا نأتي لختم معرض الصحافة لانهار اليوم نشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة